برعاية كريمة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسم رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وقعت دارة التثقيف الصحية التابعة للمجلس وجامعة الشارقة ممثلة بكلية العلوم الصحية اتفاقية تعاون لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج وازن الهدف إلى ضمان بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في حكومة الشارقة تم توقيع الاتفاقية في مقر الجامعة بحضور سعادة الدكتورة خولة الملة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والأستاذ الدكتور حميد مجول النعمي مدير جامعة الشارقة وبمجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في عدة مجالات من أبرزها إتاحة الفرصة للطلاب للتطوع والمشاركة في برنامج وازن بما يتناسب مع برامجهم التعليمية بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات ومؤشرات أداء عن المؤسسات الحكومية المشاركة في البرنامج وتنظيم مؤتمر دولي متخصص لإطلاق نتائج البرنامج فضلا عن استخدام نتائج وازن في إطلاق جائزة الشارقة للتميز المؤسسي في مجال الصحة ترجمة نانسي قنقر